أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف وهو باب النسبة النسبة بمعنى كيفية ارتباط الله سبحانه وتعالى بخلقه البعض يتصور أن الله سبحانه وتعالى والد أن عيسى ابن الله عزير ابن الله الأصنام بنات الله هذه تصورات باطلة البعض يتصور أن الله سبحانه وتعالى يحيط به المكان أنه جالس جلوسا حقيقيا على العرش فالعرش الذي هو المخلوق يحيط بالله سبحانه وتعالى حسب زعمهم وهكذا من عقائد فاسدة وآراء باطلة جاء القرآن الكريم ليبين حقيقة كيفية ارتباط الله سبحانه وتعالى بخلقه وارتباط الخلق بالله وهذا الباب حول هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى ليس مولودا فيكون له والد ولا هو والدا فيكون له ابن ولا أنه في المخلوقات بحيث يحتويه أرض أو سماء ولا هو بعيد عنها بحيث أنها تكون خارجة عن قدرته وعلمه هذا الباب تكفل ببيان هذه الأمور والاستدلال عليها من القرآن الكريم ومن العقل أيضا الحديث الأول في هذا الباب هو في شأن نزول سورة قل هو الله أحد سورة التوحيد نزلت حينما سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا إنسب لنا ربك هؤلاء سألوا من النسبة إما مرادهم النسب لأن ارتباط الإنسان بآبائه يعبر عنه بالنسب فهؤلاء لعلهم زعموا ذلك فسألوا الرسول صلى الله عليه وآله عن نسب الله سبحانه وتعالى أو أن مرادهم كيفية الارتباط بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته هذا الحديث الشريف الذي يذكره الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا انسب لنا ربك فلبث ثلاثا لا يجيبهم ثلاثة أيام الرسول صلى الله عليه وآله أخر الجواب وتأخير الجواب إما انتظارا لنزول الوحي فإن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يسبق في شيء أمر الله سبحانه وتعالى فكان في كل شيء عبدا لله مطيعا فلا يتكلم بشيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ووحيه فلذلك انتظر صلى الله عليه وآله لينزل الوحي ليكون جوابا لهؤلاء اليهود الذين سألوا هذه المسألة وكذلك ليكون قرآنا يطلع آناء الليل وأطراف النهار لكي تتبين الحقيقة لجميع الناس ولعله التأخير ليكون أوقع في النفوس لأن الإنسان إذا حصل على شيء بسهولة قد لا يعرف قيمة ذلك الشيء نحن نلاحظ أن بعض الناس حصلوا على أموال أو على مناصب أو على أمور أخرى بسهولة جدا هؤلاء لا يثمنون قدر ما يملكونه ومن ملك البلاد بغير حرب تهون عليه تسليم البلاد أما الشخص الذي حصل على شيء بجهد هذا يعرف قدر ذلك الشيء الذي حصل على معلومة بتعب كثير ومن طلب العلا سهر الليالي يغوص البحر من طلب اللآلي هذا الإنسان يعرف قيمة هذا العلم الذي اكتسبه بجهد أو بتأخير أو بانتظار شديد فلعل التأخير في الجواب لكي يكونوا في انتظار وليكون المسلمون أيضا في انتظار فيكون الجواب أوقع في نفوسهم أو لعل التأخير هو لدحظ أقاويلهم لأنه عندما يتأخر الجواب يكثر القيل والقال وبعض الأحيان تثار شبهات واهية فحينما يأتي الجواب يدحظ جميع تلك الشبهات ويدحظ القيل والقال فيكون أكثر تأثيرا في النفوس وأوقع وأقوى إبطالا لحجة الخصم وكلامه ولعله أيضا يكون امتحان لضعاف الإيمان أن ضعيف الإيمان الله سبحانه وتعالى يمتحنه ولعل هذا الامتحان يكون سبب في تقوية إيمانه من بعض الأحيان الإنسان في فكرة وفي عقله يكون مثل جسمه الجسم جسم الإنسان تعلمون أن الطفل الصغير قد يلقحونه بتلقيحات التلقيح شنو هو؟ التلقيح هو جرثومة ضعيفة من الجراثيم التي هي خطر على جسم الإنسان فحينما يلقحون هذا الطفل بهذه الجرثومة الضعيفة جسم الإنسان المناعة في جسم الإنسان أو الجهاز المناعي يتعرف على هذه الجرثومة فيقضي عليها لأنها ضعيفة فيصير الجهاز المناعي في جسم الإنسان عارف بتلك الجرثومة وبكيفية القضايا عليها فإذا في المستقبل أصيب بالجرثومة العادية وهي قوية يتمكن هذا الجسم من المعاملة من التعامل مع هذه الجرثومة تعاملا صحيحا ويتمكن من القضاء عليها بعض الأحيان ضعاف الإيمان إذا أبتلوا بامتحان وتزلزلت عقيدتهم باعتبار أنهم ضعاف الإيمان فإذا جاء الجواب وجاءت الحقيقة هؤلاء يلتفتون يصير في ارتكازهم في وجدانهم أن الدين حق وإذا كان هناك تأخير فلسبب من الأسباب فهذا التأخير قد يكون امتحانا لضعاف الإيمان وتقوية لإيمانهم حتى في المستقبل إذا أبتلوا بأمور أشد وأكبر لا يتزلزل إيمانهم فلذلك الحديث يقول ثم نزلت سورة قل هو الله أحد إلى آخر الآية ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الثاني وهو تفسير لهذه السورة وبيان معنى الكلمات والآيات الموجودة في هذه السورة المباركة حمد بن عمر النصيبي يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول سألت أبا عبد الله عن قل هو الله أحد يعني عن هذه السورة سأله عن تفسيرها فقال نسبة الله إلى خلقه هذه السورة تبين كيفية ارتباط الخلق بالله وكيفية ارتباط الله سبحانه وتعالى بخلقه تبين حال كونه سبحانه وتعالى أحدا صمدا أزليا صمدية أما أحد إشارة إلى قوله قل هو الله أحد وأما صمدا فهو إشارة إلى قوله تعالى الله الصمد والصمد هو السيد المصمود إليه يعني المقصود إليه في الحوائج أنت إذا عندك حاجة تذهب إلى العالي الذي يتمكن من قضاء حوائجك هذا يسمى الصمد وسيأتي باب في كتاب الكافي الشريف في تفسير كلمة الصمد ولكن بشكل إجمالي الصمد هو السيد المقصود إليه في الحوائج كلها وأما قوله عليه السلام أزليا يعني حال كونه أزليا فهو إشارة إلى قوله تعالى لم يلد ولم يولد لأنه الذي يولد لم يكن ثم كان الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء ليس له قبل الله سبحانه وتعالى ليس له بداية لذلك هو أزلي ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول صمديا صمدي هذه الياء ياء النسبة وياء النسبة من معانيها الدلالة على المبالغة صمدي إشارة إلى قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد يعني الله سبحانه وتعالى ليس له نظير ولا شبيه كي يحتاج إلى ذلك النظير وإلى ذلك الشبيه فهو صمدي لا يحتاج إطلاقا إلى أي أحد وأما هذه الكلمات الأحد هو بمعنى ما لا ينقسم إلى أجزاء سواء كانت أجزاء عقلية أو أجزاء خارجية الواحد مقابل الاثنين واحد اثنان ثلاثة حينما نقول الله واحد يعني ليس له ثاني ليس له شريك وحينما نقول الله أحد يعني الله ليس له أجزاء إحنا مثلا الإنسان أو أي جسم أو أي شيء مادي مركب من أجزاء الإنسان مركب من أعضاء وجوارح وجوانح وأعضاء ظاهرية وأعضاء باطنية أي جسم مادي هو مركب يعني أصغر الأجسام المادية الذرة والذرة هي مركبة من عناصر ثلاث بروتون وإلكترون ونيوترون وهذه الأجزاء الثلاثة أيضا هي مركبة لعل العلم الحديث في استمرار تطوره يكتشف أيضا تقسيم هذه الأشياء إلى أجزاء أصغر منها فكل شيء مادي هو مركب الله سبحانه وتعالى ليس بمركب لماذا؟ لأن المركب يحتاج إلى أجزائه الإنسان مثلا يحتاج إلى يده يحتاج إلى رجله يحتاج إلى سمعه يحتاج إلى بصره الله سبحانه وتعالى إذا كان مركبا كان محتاجا والله سبحانه وتعالى منزح عن الاحتياج فالله بسيط أحد يعني لا جزء له ليس مركبا وهذا بحث سيأتي في المستقبل التفصيل فيه وأن الله سبحانه وتعالى منزح عن التركيب لأن التركيب يلازم الاحتياج والاحتياج لا ينسجم مع ضرورة ووجوب الوجود وإنما الاحتياج هو في الممكنات فإذن الله سبحانه وتعالى أحد لا جزء له جزء خارجي وجزء عقلي بعض الأحيان الأجزاء عقلية يعني مثلا الإنسان مركب من وجود وما هي وما هي الإنسان مركب أيضا من جنس وفاصل لكن الله سبحانه وتعالى ليس مركبا من وجود وما هي ولا أنه مركب من جنس وفاصل وما إلى ذلك من أجزاء عقلية وإذا الإنسان في تصور تصور شيئا مركبا فهذا الشيء الموهوم خلقه الإنسان بوهمه وليس هو الله سبحانه وتعالى هذا الأحد ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول صمدا إذا الله هو المقصود إليه في الحوائج فهو كامل من كل الجهات لأنه الناقص من جهة من الجهات لا يكون مقصودا إليه في تلك الحاجة يعني مثلا إذا واحد ثري لكنه ليس بعالم يقصده الناس لماله ولكن لا يقصدونه لعلمه لماذا لأنه ناقص من تلك الجهة أو إذا هناك عالم لكنه فقير يقصده الناس لعلمه لا أنهم يقصدونه لماله فأي موجود من الموجودات سوى الله سبحانه وتعالى هذا الموجود ليس كاملا من كل الجهات إلا إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه فهذا الإعطاء يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى أما بالذات فالذي هو المقصود في الحوائج كلها هو الله سبحانه وتعالى فإذن ليس له نقص في أي جهة من الجهات فلذلك الله سبحانه وتعالى كان صمدا ثم إن الله سبحانه وتعالى أزليا لم يولد الله أزلي لماذا وما معنى الأزلي يعني لا علة له يعني قديم يعني لا بداية لوجوده وقد أشرنا في الحلقة الماضية في الدرس الماضي إلى هذا الأمر بالتفصيل فالله سبحانه وتعالى لم يكن معدوما فوجد لأنه إذا كان معدوم ثم وجد يحتاج إلى علة لأنه لا يعقل ببديهة العقل انتقال الشيء من العدم إلى الوجود إلا بعلة فإذا كان معدوما يحتاج إلى علة وجده وقد ننتقل إلى تلك العلة ويصير دور أو تسلسل أو أي شيء آخر ما أشرنا إليه في بحوث سابقة فالله سبحانه وتعالى يعني مبدأ الخلق يجب أن لا يكون معدوما في أي مرحلة من المراحل بل يكون وجوده أزلي لا بداية له ولا علة له ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يقول صمديا ذكرنا أن الصمدية النسبة تفيد المبالغة في الصمد يعني الله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثل كي يحتاج إلى ذلك المثل أو النظير لأن جميع الأشياء مخلوقات له فهي تحتاج إليه وهو لا يحتاج إليها ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا ظل له فيمسكه الظل إما بمعنى الجسم وإما بمعنى الروح وكلاهما منتفيان عن الله سبحانه وتعالى الله ليس له جسم وليس له روح بل الله خالق الجسم وخالق الروح الظل يطلق على الجسم ظل لماذا؟ لأن منشأ الظل هو الأجسام يعني إذا أنت تقف في الشمس أو أمام مصباح هذا الجسم يكون حاجز بين نور الشمس أو نور المصباح وبين قطعة من الأرض فيتشكل ظل فسبب الظل هو الجسم والجسم الكثيف للجسم اللطيف لأن الجسم اللطيف أيضا لا ظل له الهواء جسم لكن لا ظل له زين الله سبحانه وتعالى هل له جسم الجواب كلا إحنا إذا ما كو جسم نموت إذا ما كو روح أيضا نموت الروح بلا جسم يعني إذا أفرض مكان صار تفجير وهذه الجسم تحولت إلى بخار بعض الأحيان صرت أفجيرات لا يجدون جثة من فجر أصلا زين خب الإنسان يموت وإذا لم يكن له روح يعني جسم موجود بلا روح أيضا يكون ميت الله سبحانه وتعالى ليس له جسم وليس له روح وإنما يسمى الروح ظلا لأنه لطيف كالظل لذلك عالم الأرواح يسمى عالم الأظلة أو عالم الظلال لماذا؟ لأن الظل هو موجود مو الظل أمر عدمي الظل أمر وجودي ولكنه لطيف ليس له كثافة لذلك في الآيات الشريفة أنه الظلال أيضا تسجد لله وظلالهم بالغدو والآصال الظلال تسجد لله سبحانه وتعالى فالظل شيء ولكنه شيء لطيف فشبه الروح بالظل كما أن الظل لطيف كذلك الروح لطيف على كل حال وهذا فيه تفصيل سنشير إليه في المستقبل أيضا فالظل يطلق على الجسم باعتبار أنه ذو ظل ويطلق على الروح أيضا باعتبار أن الروح لطيفة كالظل زين الله إلى جسم لا لأنه الله مو ماد الجسم مخلوق لله الله له روح لا الله ليس له روح لأن الروح أيضا جسم ولكنها جسم لطيف والروح هذه مخلوقه لكي تعطي الحياة للأجسام لذا يقول لا ظل له يمسكه لأن الجسم يمسك الإنسان سبب حياة الإنسان وكذلك الموجودات الحية الأخرى كما أن الروح أيضا سبب الحياة الحياة تكون بكليهما معا جسم وروح وروح وجسم لكن الله سبحانه وتعالى ليس كذلك بل هو خالق الأجسام وخالق الأرواح بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وهو يمسك الأشياء بأضلتها هنا الباء للمصاحبة مثل ما نقول ذهبت بزيد يعني مع زيد وهو الله سبحانه وتعالى يمسك الأشياء بأضلتها يعني مع أضلتها كما قال سبحانه وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده لأن الله سبحانه وتعالى كما هو عل للإيجاد كذلك هو عل للإستمرار لأن العل تختلف بعض الأحيان هناك عل للإيجاد لكن هذه العل التي هي للإيجاد ليس عل للإستمرار مثلا المهندس يأتي ويبني دارا ثم يذهب على شغله ولعله يموت هو ميت لكن الدار مستمر في الوجود لماذا؟ لأنه كان علة الإيجاد وليس علة للبقاء علة البقاء مجموعة من القوانين الهندسية التي تقاوم الجاذبية مثلا وما إلى ذلك أنت إذا ألقيت حجر وجود الحجر في مكان علته إلقاؤك لذلك الحجر في ذلك المكان لكن ذاك الحجر سيبقى في ذلك المكان بقاؤه في ذلك المكان بعلة أخرى وهي الجاذبية مثلا وثقل الحجر فعلة وجوده في ذلك المكان أنت ولكن علة بقائه في ذلك المكان شيء آخر اللي عبرنا عنه بالثقل الحجر وجاذبية الأرض بعض الأحيان العلة المحدثة أيضا علة مبقية يعني النار علة للحرارة كما أن آصل وجود الحرارة بسبب النار في بعض الأحيان استمرار الحرارة بقاء ببقاء النار لذلك في الشتاء القارس إذا أطفأت المدفئة مثلا بعد ذلك المكان يبرد لماذا؟ لأن النار كما هي علة للحدوث علة لبقاء الخرارة زين نأتي إلى هذا الخلق هذا الخلق الله سبحانه وتعالى خالقه واستمرار وجود السماوات والأرض هذه بإفاظة مستمرة من الله سبحانه وتعالى بحيث لو أن الله سبحانه وتعالى قطع إفاظته للحظة واحدة هذا الكون يعدم يلحق بالعدم يلحق بالعدم مرة أخرى فلذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله كما خلقهما كذلك يمسكهما فتستمران عكس اليهود الذين قالوا يد الله مغلولا القرآن يقول غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بعض اليهود حسب المنقول عنهم كانوا يعتقدون أو لعل هناك بعضا منهم من يعتقد بهذا الأمر أيضا لحد الآن وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون والآن لا يتمكن من التصرف فيه الكون يسير بدون إرادة من الله سبحانه وتعالى وأن الله والعياذ بالله من كلامهم ومن كفرهم أنه تندم لماذا خلق خلقا آخرين فهؤلاء تسلطوا على الشعب المختار حسب زعمهم ففي بعض معتقداتهم أنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرة يبكي لظلامة بني إسرائيل حتى أن دموعه تسقط على البحار فتطم ماء البحار وهذه مزاعم باطلة الله سبحانه وتعالى كما هو علا للوجود علا للبقاء لماذا لأن الممكن يحتاج إلى العل باستمرار بحيث أنه إذا لم يكن له علا التحق بالعدم فلذا يقول يمسك الأشياء وهو يمسك الأشياء بأظلتها بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول عارف بالمجهول الله سبحانه وتعالى عالم ليش لأن الجاهل عاجز لأن الجاهل لا يتمكن من التصرف في الشيء بسبب جهله حتى إذا كانت له قدرة لكن الله سبحانه وتعالى عالم بالمجهول المجهول قد يكون بمعنى المغيبات الذي تغيب عننا ولكنها لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى إحنا باعتبار محدودية حواسنا نرى شيء ولا نرى أشياء فتغيب عننا نسمع شيئا وتغيب عننا أشياء أخرى ونحس بشيء وتغيب عننا أشياء أخرى الله سبحانه وتعالى لا توجد غائبة في السماوات وفي الأرض إلا هو يعلمها وكتبها في كتاب لذلك عارف عارف بالمجهول لأنه غير محتاج والجاهل يحتاج إلى من يزيل جهله بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول معروف عند كل جاهل يعني الله سبحانه وتعالى وجوده بديهي حتى الجهال من الناس بفطرتهم يعرفونه فضلا عن العلماء نعم قد يكون الإنسان بسبب تراكمات التربية السيئة أو الشبهات الزائفة يكون هناك حجاب على عقله وعلى فطرته فلا يدرك بعض الأمور البديهية ولكن هذا الإنسان إذا وقع في الشدة هناك الفطرة تظهر نفسها إذا الله سبحانه وتعالى يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لماذا؟ لأنه حينما يركبون السفن وتلتطم مياه البحار وهم لا ملجأ لهم هنا الفطرة تظهر نفسها فلذلك يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويدعونه لإنقاذهم لكن من مجرد أن يصلوا إلى البر هناك ينسون ما كانوا يدعون يرجعون إلى حالتهم العارضية فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى معروف عند كل جاهل يعني كل أحد يعرف الله حتى الذي ينكر الله وحتى أجهل الناس هذه المعرفة موجودة في أعماق فطرته بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فردانيا الله سبحانه وتعالى فرداني فرداني نسبة إلى الفرد والألف والنون زيدت من غير قياس مثل رباني رباني نسبة إلى الرب لا نقول حينما نريد أن ننسب إلى الرب نقول رباني لا نقول ربي هذه الألف والنون على غير قياس يعني لا يوجد هناك قاعدة عامة لإضافة هذه الألف والنون في الكلمات حين النسبة وإنما هناك بضع كلمات هذه الألف والنون لحقت بها قبل النسبة لإفادة المبالغة مثل جسماني وروحاني إذا صحت هذه النسبة لأن كلام بين اللغويين في صحة هذه النسبة أما كلمة رباني لا شك في صحتها لأنها قد وردت في القرآن الكريم أيضا فردانيا يعني الله سبحانه وتعالى فرد بمعنى أنه لا يقارن بأحد لأنه 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 فالمفروض أن يكون بين الشيئان سنخية نقول أخوان أختان مثلا كتابان بينهما سنخية لا يوجد سنخية بين الله سبحانه وتعالى وبين شيء آخر لأن الله هو الخالق وبقية الأشياء مخلوقات ولا سنخية بين الخالق والمخلوق لذا الله سبحانه وتعالى فرداني يعني لا يقارن بأحد يعني حال كونه فردانيا هذا قسم من كلام الإمام في تفسير سورة التوحيد وأما بقية الحديث فنتركه إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة